نجي نقطة مهمة جداً وهي المواد بالعربي ولا بالإنجليش إحنا في كلية التمريد دراستنا كلها بلاستثناء كلها ممتعة جداً 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 وهتحبها جداً في المجال الطبي النساء والتوليد وأطفال وطب نفسي مصطف الأرض تلاقي مثلاً بلطة دونها أحمر دونها أزرق إنت ممكن تمشي على الأحمر بس وتسيب لا زرق لو بيش على الأزرق تكون خسران دي اسمها دي 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 يا مسائل فل على كل شباب سنوية عامة أو الشباب اللي مهتمين بكلية التمريد أخباركم يا رب تكلوا بتخير الفيديو جديد من تاني ومعكم أخوكم زياد الحسر الفيديو بتاع النهاردة يطلب بني بشكل كبير جداً هيتكلم مع بعض بإذن الله عن مواد كلية التمريد بالتفصيل لو أنت مهتم بكلية التمريد أو عايز تدخلها أو بتفكر تعب الاختبار القدراتي والقناة دي لك ولو أنت لسه مرة تتفرج عليه ما تنساهش تغطي لايك الفيديو ده واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس والله بينا نشوف الفيديو بتاع النهاردة ناس كتير بتبعتلي عن انستجرام وتسألني مواد كلية التمريد صعبة ولا سهلة طيب أنا بدرس تمريد بس ولا بدرس حاجات تانية معاها طيب يا ترى المواد دي انجليش كلها ولا في عربي ما تقلاش خالص من اي حاجة وكل كلم ده هجوابك عليه فالنهاردة بإذن الله هنتكلم عن مواد كلية التمريد بشكل عام أنا كنت عامل الفيديو بيتكلم فيه عن مواد كلية التمريد في سنة أولى لو انت حابلنا كامل السلسلة دي عارفونا في الكومنتات عشونا ان شاء الله نصور حلقة مع بعض ونتكلم فيها مواد سنة تانية وثالثة وربعة بالتفصيل بس النهارة ان شاء الله هنتكون التخصصات بشكل عام اول حاجة هنازم تكون عارفها وانت قريري عارفها اصلا ان كلية التمريد دي عبارة عن اربع سنين زائل سنة امتياز يبقى توتل خمس سنين السنة الاخيرة لا سنة الامتياز مش بيكون فيها دراسة دي مجرد تدريب عملي في المستشفيات عشان تاخد شهادتك يبقى انت مش هتتخرج غير لما تخلص التدريب العملي بتاعك اللي سنة الامتياز على مدار الاربع سنين بتوع الكلية انا بادرس تلات تخصصات او تلات برانشات زي بيقولوا كده اقول برانش بتدرس محتوى طبي تاني حاجة محتوى تمريدي تالت حاجة متطلب جامعي طيب وضح لي اكتر ايه هو المتطلب الطبي والتمريدي والجامعي نبدأ باسفل حاجة وهو المتطلب الجامعي وغالبا ده مش بتضاف للمجموع بس في بعض المواد فيه بتضاف للمجموع زي ايه زي هو الانسان وتسقيف صحي واكتاب التقارير واستاتيستيكس واحصى وكلام كده مالاش علاقة بالمجال الطبي يبقى ده المقصود بالمتطلب الجامعي ممكن تكون انت في كلية التمريب بتدرس حقوق انسان نفس الطالب كلية حقوق بيدرس المادة دي برضو نفس الطالب كلية علوم بيدرسها هو اسمه متطلب جامعي يبقى اكيد هتلاقي كلية معاك في الجامعة مالاش علاقة بالتخصص الطب بتاعنا بتدرسها مفيش اي مشكلة خالص والمواد دي بتضاف للمجموع عادي جدا وفي منها كمان مش بيتضاف وما تلاقيش من حال خالص المواد دي مش بتكون صعبة وكلامل عادي فيها حطلة بتضافة المجموع وبنيجي قبل الامتحان بيكون في كم ملخص كده من حلوم وكم من خش نجي فيها امتياز كده يكون يتكلمنا عن اول برانش او اول فرع وهو المتطلب الجامعي نيتكلم مع بعض بقى عن البرانشيني التانيين اللي هو المحتوى الطبي والمحتوى التمريدي وده صميم دراستنا نبدأ مع بعض بالمحتوى الطبي عازا تقولكوا حاجة احنا كمجال الطبي سواء التمريد علوم اسنان John على طبيعي بيتاري قيا كان كلها الطبائية اللي انت فيها المواد دي بينا مشتركة في المجال الطبي يعني كلها بندرس علم تشريح كلها بندرس بجلس بارة بندرس مايكرو بندرس بارما بندرس بسولوجي حاجة اللي مشتركة بينا احنا كطلاب او مجال الطبي هو المجال او المواد الطبية زي ما اتفعلنا مع بعض انت كتلافك كلية الطمريض عندك انا طبي زيك زي بتاع طب بالزبط زيك زي بتاع اصنان زي زي بتاعها مثلا صيدلة. انت بتكون عارف الانتيرير والبوستيرير والهوريزونتل والحاجات دي كلها هو برضو زي وزيك عارفهم بالزبط. بس بيكون في بعض الفرقات البسيطة ما بين مسلا اسنان وتمريد وصيدلة وعلاق طبيعي. انه طبيعي. يلم التشريح بتاع اسنان اكيد بيكون مختلفة عن بشر عن التمريد. لان اسنان بيرتكز على الجزء اللي هو اه او مجال دراسته. يبقى الحاجة المتشابهة ان مواد بتاعتنا في المجال الطبي واحدة. بس الفرق البسيط ان كل واحد بيركز على الجزء معين في الجسم. زي بيطاري كده بيدرس الاناتومي بتاع الحيوان مش بتاع الانسان وهكزا. والكلام ده مش في الاناتومية او في علم التشريح بس. الكلام ده في كل المواد الطبية في البارة والفارما والمايكرو كل حاجات دي نتبدرسها زيك زي بتوع طب واسنان وصيدلة وكل مجال الطبي. نيجي بقى كلاتنا اللي احنا بنحبها اكلية التمريد ونتكلم فيها بالتفصيل شوية عن المواد الطبية بتاعتها. اتكلمنا عن الاناتومي يبقى طبيعي ما ننساش احياء تالتة سنوية هي هي بالزبط عندها في الكلية بس بتوسع. لو تفتكر في تالتة سنوية في الاحياء احنا اخدنا عدم هنا اسمها الكعبرة والزند. اخدنا هنا الشازية ومش فاكر اسمها كاتقيه تانية. اخدنا عندنا في ركبة اسمها الردفة اخدنا هنا الربس اخدنا هنا اللي هو في سنوية عامة كان اسمنا عميد الفقري من تداء وتت في فقرة. مجازا كده الاحياء بتاع التالة سنوية موجودة على الدفل كلية بس كلها بالانجلش. هي هيها بالزبط. احياءك هي موجودة عندنا في الاناتومي بتاعتك بس طبيعي يكون في بعض زيادات اكيد انت في كلية. وبندرسها باللغة الانجليزية مش بالعربي على العكس الاحياء. يبقى الحاجة انت عرفها هي هي بس الفرق ان انت بترجم مش اكتر. هندرس كمان في المجال الطبي النسا والتوليد واطفال وطب نفسي. نيجي نتكلم عن النسا والتوليد. النسا انت بتدرس من اول عمل او عملية الاخصاب. وبتعدي بقى بمراحل تكوين الجنين. اللي هما اول ثلاث شهر في الحمل والتانية تلاتة وتالت تلاتة واخر تلاتة. وبتعرف الفيتس بتاعك اول جنين بيتكون من ايه والشهر الاول اللي بيحصله اللي بيزيد. وهي الاعضاء اللي بتانهم في الشهر الاول والتاني والتاد وفي الشهر الرابع بيحصل ايه. هو باختصار انت بتدرس كل حاجة ليه علاقة بالتغيرات اللي بتظهر على الام اثناء فترة الحمل. ماشي التغيرات بس لا بالعكس انت بتدرس الامراض الل اللي ممكن الام توقع فيها اثناء فترة الحمل. زي حاجة اسمها بريكلمسيا او تصمم الحمل. مش كده وبس والابورشن بانواعه. ابورشن يعني اجهاض. الاجهاض بانواع في اكتر من تسع انواع الاجهاض. باختصار مش عايزة اكبر لك الموضوع بس انت بتدرس كل حاجة ليه علاقة بامراض الامومة او امراض الام. لحد ما بالسلامة الام بتقلد ببقسمه خلاص بيبي معاش اسمه فيتس او جنين. واول ما بيكون بيبي احنا بنروح لمادة اسمها مادة الاطفال او البيديات زي ما درسنا امراض الامومة والنسا واي حاجة ممكن تحصل الام. ندرس كل حاجة ليه علاقة بالطفل. كل حاجة ليه علاقة بالطفل من اول ما يتولد لحد ما يوصل لفترة الادلتوهود او فترة البلوغ او فترة ما بعد الطفولة. المهم باختصار عشان الموضوع ما يكبرش باننا انت تدرس كل حاجة ليه علاقة بالطفل والجروس والديفولوبمنت او النمو بتاع الطفل. مثلا اول توقات شهور اللي بيزيد زي دراح سيب وزنه. لو انا مثلا حابب ياخد جرعة الدواء ازاي ب حاجة الدواء او جرعة بتاعتنا. مادة الاطفال مادة ممتعة جدا 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 زيها زي النسا. نجلت خصوصين تانين معانا البطنة والجراحة والنفسية. بس خلونا اتكلم عن النفسية اكتر لان المادة دي قريبة جدا من قلبي. مادة النفسية مادة جميلة جدا 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 وممتعة الابعد للحدود. دي ممكن تكون احلى مادة انت هتحبها في تمريض اصلا. المادة كمحتوى دراسي ككونتنت جميل جدا هيعجبك بس هي المادة مش سهلة اوي. نرجع لكلامنا. مادة الطب نفسي او النفسية بشكل عام انت بتدرس للترابات اللي ممكن تحصل لاي شخص. سواء الترابات سمعية او بصرية او محصوصة او ملموسة. والكلام ده بنسميها هلوسة او كمان بندرس حاجة اسمها او الاعتقادات. طيب فاهمني كده يعني ايه اعتقادات او او انا هقول لك اين مسلا انت ممكن تبص في الارض تلاقي مسلا بلاطة لونها احمر لونها ازرق. انت ممكن تمشي على الاحمر بس وتسيب لازرق. لو بمشي على الازرق تكون خسران. دي اسمها ايه ع انا فعل بمشي على بلاطة واسيب بلاطة. هل كده انا مريض نفسي او عندي هلاوس او دوليوجن. الفكرة مش فكده خالص. انا عن نفسي برضو ساعد بمشي على بلاطة واسيب بلاطة. ولا كان هاخسر لما مشيت على بلاطة دي. بس الفكرة مش كده. الفكرة ان كل واحد ليه شخصية. كل واحد ليه جزء من نفسيته. تحكم فيه جزء من عقله. مش عايز اخشتك في تفاصيل عشان الموضوع بنسبلك هيكون صعبة اكيد. انها مادة قيلة في حاجة في الموقع اسمها او نواقل عص بس بس يا عميزان انت كده كباطل ما دو معدتش فهم اي حاجة. ما تقلقش من حاجة خالص الحاجات دي كلها ان شاء الله هتدرسها واعتعجبك جدا. هتدرس حاجة اسمها او الوسواس. ممكن ان تكونت رايح مشوار او رايح الجمع او رايح الدرس وتفتكر. طب انا يا طهرة قفلت انا بش انا ما قفلتوش. طب بالمطور انا سايبه مفتوح. طب بالنور انا ما سايبه مفتوح انا مقفول. الحاجات دي كلها بتيجي في دماغك. مع انك ممكن تكون قفلوا بيدك ومتاك انك قفلوا. بس برضو يجي في دماغك هالحاجات دي. مهم باختصار الحاجات دي كلها انت حدرسها بالتفصيل ومدى ممتع جدا 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 والادوية بتاعت النفسية بتكون ايه? مش عايز اعجل الموضوع. انا تقريبا كده بغضص الدين يا خالص. سيسعدقوني المدى دي ممتع جدا جدا جدا. ومتقولوش من حاجة انت في تمرير هتخدها في سنة ربعة يعني بعد ما تكون دوست في الكلية. نجد التخصص اللي جاي والاخير اللي هو البطنة والجراحة و تقريبا قلت من امتع كتير لان الكلية فعلا ممتعة وهتحس بك انا ان شاء الله اول ما تدخلها. البطنة مادة جميلة ومادة حلوة بس هي طويلة شوية. البطنة انت بتدرس اي حاجة نيعلاقة بالبطنة او بالجسر او بالجهاز الهضمي. سوى بقى في المعدة او من تحت المرية او القولون. حتى كمان الاسهال والترجيع اللي هم الديارية والفومتنج. الديارية اصلا لها كزا نوع. الواحد مفكر ان هو بدخل الحملاء بالعكس الموضوع اا كبير شوية. الماد كنتكلمنا عن المحتوى الطبي. نتكلم مع بعض عن المحتوى التمريدي. نفس المحتوى الطبي ده موجود بينه تمريدي. زي ما درسنا كده حاجة اسمها طب نفسي في مادة اسمها تمريد نفسي. زي ما في مادة اسمها اه طب بطنة او طب بطني او بطن عامة في تمريد بطني جراحي. زي ما درسنا طب اطفال وجراحة اطفال بدرس حاجة اسمها تمريد اطفال وجراحة اطفال. ايه الفرق بين الطبي والتمريدي انا هقول لك الفرق ايه? المحتوى الطبي لو انت مسلا بتدرس مادة اسم مسلا ولا لكم عملية او عملية فتح انت بتدخل الجراح بيكون عملية زي الادوية اللي بديها طيب لو الجزء ده تشال هيحصل ايه لو ده ما تشالش هيحصل ايه بتدرس او التشخيص الطبي بتاعه لكن في الجزء التمريدي في الاطفال مسلا انت بتدرس دولك انت كهيد نيرس او كخصائي تمريد اه في غرفة العمليات تدرس كمان الرعاية التمرضية اللي انت بتقدمها للمريض بعد العملية مسلا الطفل زي تغير عالجراح بتاعه ازاي مسلا تسحب دم وكل التفاصيل دي وقيس على كده بقى في كل المجالات الفرقات ما بين مسلا طب اطفال وتمريد اطفال طب نسا وتمريد نسا يكون اول نوع من المواد في المحتوى التمريدي نيجي لتاني نوع وهي المواد التمرديها البحتة بتدرس حاجة اسمها اللي هي اسيات تمريد واحد واسيات تمريد اتنين وبتدرس فيهم اصلا جاي من اسمها اسيات تمريد واحد واتنين بتدرس فيها مسلا الحقن بانواعها اياس الضغط درجة الحرارة تركيب الكانولات تغير على الرائل ازاي والعلمات الحيوية والحاجات الاساسية بتاعت التمريد كمان بتدرس مادة اسمها او اسعفات اولية طبعا دي كل انا عارفينها زي مسلا او العاشد قلب الرقوي في حالات الصدمات او حالات الحروق بنعمل ايه من الصرف ازاي زي كرسي الاسعفات الاولية بالضبط اللي احنا بنشوفه برا في الكرسات كمان في مادة اسمها الاساسمت او تقييم صح انا تقريبا طولت عليكم بس انا عايز اقول لكم ان كلية التمريد ده كلها ممتعة جدا 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 وهتحبها جدا وادة كلية التمريد مش صعبة بس طبيعي جدا في البداية اكيد بيتلاقي بعض الصعبات بس انا مع الوقت ان شاء الله مش بيكون في اي صعوبة نيجي نقطة مهمة جدا وهي المواد بالعربي ولا بالانجلش احنا في كلية التمريد دراستنا كلها بلا استثناء بالانجلش ممكن وارد ان يكون في مسلا مادة او اتنين بالكتير في الخمس سنين بالعربي بس عايز اقول لك حاجة مهمة جدا ما تفيلش هام من المواد بتاعتك كلها بالانجلش لا بالعكس انت اصلا بنفسك هتشيل هام ان عندك مادة بالعربي بس الكلام ده ان شاء الله وقت موضس اكتر في الكلية واسبوع في التاني في التالي في شهر في اتنين كل حاجة تكون سهل لو انت جاي من مدراسة لغاية مش هتلاقي صعوبة زي طلب اللي جاي من مدراسة عربي زي حاليتي انا واحد كنت جاي من مدراسة عربي خلت كلية التمريد لقيت كل حاجة قدامي بالانجلش اكيد الموضوع في الاول ما كانش سهل بس بالترجمة والممارسة مرة اثنين وثلاثة انا نفسي اصلا كرهت العربي بعدها انا اقول لك كلها بالنسبة لي كنت فاكر انك هتعاني تقريبا تمن لأ عن تسع مواد تمن ود منهم بالانجليزي وما تضعتها بالعربي عايز اقول لك والله هي ان اسوأ مادة هي المادة اللي كتب العربي اصلا فالهو الموضوع مبني على التعاود فلو انت شايلها من اللغة او انك مش هتعرف سلي في الانجلش او كده فنقول لك ما تقلقش كل حاجة بالوقتي بتكون سهلة وكمان اعايز اقول لك حاجة ان المجال الطبي كله اصلا بالانجلش نفش حاجة بالعربي خالص مش المجال الطبي كمان عند الوقتي بقى اكتر من 95% من الكليات في مصر كل درستها انجلش بس كده فيديو النهار بدا خلص قدامي وكشتة قولت عليك وصدقوني قدو التمريد كلها جميلة جدا والله ربنا يكون بيحبك لو ربنا كنكتبها من نصيبك باختصار لو انت اومر تفرج عليها من تاني ما تنساش تاخد لايك في الفيديو ده واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل فضو على الانستجرام زيادة الحصري برد على كل مسجدات اللي بتجيلي شوفوا حابين اتكلم عن اين فترة لجاء من فيديوهات وكتبوا في الكومنتات وان شاء الله نصور مع بعض تكلم عن ازاي نختار كلياتنا او موضة اولى او تانية او تالت او ربع تمريب بس كده فيديو النهار ده خلص وشكر